كانوا دوز إكسكورسيون من ولاية المدية كانت القافلة الأولى نظمتها دار الشباب بعين بوسيف جابتها مدرسة ابتدائية جابوا 69 طفل وكانت قافلة ثانية فيها 122 طفل جات نظمتها جمعية المرجان أيضا من ولاية المدية يعني يضي دوز إكسكورسيون ديستانت مش الناس ما تفهم يعني ما جاوش قاع كيف كيف الأطفال هدوما جاو على فوجين فوج الأول قلنا جاء من عين بوسيف من دار الشباب بتاع عين بوسيف اللي جابوا مدرسة ابتدائية لما نقوله دار الشباب وزارة شباب وريادة حقيقة هدو ما تلاميذ تع مدرسة وتابعين وزارة تربية ومشكور وزارة تربية اللي شفناها بالملبارح واقف لكن وزارة شباب وريادة شفنا مقبيل فلابريميدي شفنا الوزير راحلو بيطال مصطفى نقوله فوميوتار كوجامي فوميوتار كوجامي لكن وزير التربية مشكور على المجهودات اللي ويدرفيام البارح مع أن المسئولية الأولى تعهد الفوج هذا مسئولية وزارة شباب وريادة لأنه دار شباب تابع الوزارة شباب وريادة لأنه يجب نحدد المسئوليات وكان تحقيقها وخلينا ما نتحقيق القضاء مع الضبطية والعدالة نحكي على التحقيق راح يكون تحقيق على أعلى مستوى لأنه نعرفه رئيس جمهورية ما يتلعبش بهذا الأمور وما يتسامحش مع الأمور ورح يحدد المسئوليات ورح يكونوا تدابير قوية باش هذه ما تتكررش أكيد يوم نقف ربما أمام نتيجة ومحصلة لعشوائية التنظيم في مثل هذه الرحلات أيضا نلوم أيضا الذي ربما الذي قام ببرمجة الرحلة ربما المرافقين الذين كانوا مع الأطفال ولم يتم مراقبتهم أين كان المرافقين ربما كان يغرق الطفل الأول والله غير أنا جانبا تيري سور الامبيلونس مثل كالكادسي دادة اللي رو عن ضبطية هما خمسة مؤطرين رو عن ضبطية وسيتم تقديمهم إلى وكيل جمهورية وبعدها إلى قضي التحقيق ربما غدا أو بعد غدا إن شاء الله كيكملوا معهم التحقيق أنا هو دي جاره منهار نفسي لأنه هذا إنسان وباشر مم هو عنده أولاد وعنده ولي أمر يعني أنا جو سيبالا بور لديفونس جو سيبالا بور لكابلي يعني أنا جو كتير بور لامبيلونس ما نبدأش أنا نتهجم عليه وكي طاح الفرد نجبد الموس وأيضا ما نجيش ندافع عليه لعنده عنده رسبونسابلتي أبير عنده مسؤولية بينه ولكن ولكن موجب مسؤوليته وحده ما نقدرش مسح الموس غير فيهم نحكي لك كيف حصلت الطفل الأول أنتي سألتي لي دوبا نجوبك على سؤالتها الطفل الأول اللي غرق غرق على ثلاثة دواء اللوبيطال مصطفاء ربعة غربة سمعي مليح الطفل اللو اللي غرق غرق من الفوج الثاني الأخرين وقتاش دخلوا يعموا دخلوا يعموا على السبعة يعني نهار غرقنا واحد هاي الخطأ والراح ما كاش ريالكتي فيتي غرقنا واحد على ثلاثة غرق واحد على ثلاثة عربعة غربعة الحق لوبيطال مصطفاء الفال اللي التم يغلقوا الصبلات ما كاش اللي يعم ومدرير اللي كانوا التم تطلع في الكار وتروح ومعد يزعف على روح ووالديه المؤطرة يزعف على روح وكل شيء يزعف على روح أمين من نرخص الأطفال الدخول إلى الشاطئ بدون مرافقة ولا حارس السباحة ومن طرق ربما هذ الأطفال يقتربون أصلا من البحر مرنش مصطفاء كانوا تقريبا ما بين الفوجين فوج فيه 69 وفوج فيه 122 دكار دونك كنديروا لديسيون تاحهم رح نلقاوا 191 طفل 191 طفل ما يقدروا شيعسوهم خمسة عباد مستحيل نورمالما كل بنادم كل بنادم كل مؤطر عنده على أقصى قدر أقصى قدر عنده خمسة ست ولادي عسوا ما نقول كنت يزوج ولاديك البحر تباصي بهم كيف أنت مؤطرين يعسلك ميتين طفل يعني تقريبا المعدل كل مؤطر عنده أربعين طفل أسكو مؤطر واحد يقدر يعسلك أربعين طفل يصغر وعليل يلعب لك ستوف لاجه هذا 9-12 سيلاج وين طفل يكون توربولون سيو يزغد بزاف هنا وقلت لك مسؤولية المؤطرين ثابتة ولكن لكن في روح يلقى قوانين وضوابط في المنطقة اللي راح لها تمي وكان باريار وعلى صابلة هذه بنينة بنينة احنا صابلة هذه بخمسمائة مليار ما قدرناش نديروا باريار باش الناس ما تخش للبحر نديروا باريار ابر لبلاج ارتيفيسيال نديروا باريار احنا كاين يوريسبونسويلتي باريار ونظن باليرا كوميسون انترسكتوريال اللي راح تكون هاد لوجنة التحقيق المتعددة القطاعات هي اللي راح تثبت المسؤوليات وتحدد المسؤوليات ولكن نقولها ونعودها ما نمسحوش الموس إلا في المؤطرين قاعدوا من آخر وحتى دار الشباب هل يعقل دوك هادو جاين من المدرسة مدرسة المدرسة ولكن اللي جابهم دار الشباب دار الشباب وتابع الوزارة شباب ورياضة أنا روشان يخايف لأخير بسكو حنا في الصيف وش نديرو نديرو مخيمات صيفية مخيمات صيفية في قاعد الساحل ونجيبوا الوكالة الوطنية اللي تسليا والترفيح اللي تابع الوزارة شباب ورياضة كل صيف تجيب آلاف الأطفال عشرات آلاف الأطفال من الولايات الجنوبية وولاية الداخلية وتجيبهم هدو مهم وش يقع إبا هنا لازم نضموا نفسنا ملدوك ماش نجيبوهم وكل مؤطر نعطولهم مية تفل ونقلوها كعسهم لازم هناك تنظيم بيانسير وما كانت تنظيم ولازم الردع تاني لازم الردع نحن أقل أمسح في المؤطرين نطبحهم الحبس نو 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 لازم نروحوا أبعد حد وأبعد حد هني قلت لك لازم تحديد المسؤولية بيانسير دار الشباب نقولها ونعودها لدارة الكسكورسيون هذي كتاع تسعة وستين ولتبع الوزارة الشباب والرياضة عندها مسؤولية كبيرة لازم تكون محاسبة والمحاسبة حتى وين لحقنا لحقنا ماشي نمسحوها غرف الصغار إلا لحقنا الوزير لازم يخلص إبا وزير يتليموجا يتليموجا ما فيهاش بروبلام وزير تنهى مهامه ولا يعزل هذه حاجة طبيعية وزير بزير ماتونة خمس دراري وثلاثة رام فلارية وبلاء الدرام بسيكولوجي كتاع الأولاد الأخرين ووزير إلا لازم يعزل يعزل عن مهامه إلا كان وزير فاشل وزير فاشل ماشي نحمل وزير ولا أخر نطفرها في الصغار أنا عندي قناعة أنه السلطات العليا في البلد ما حاش تتسامح وعمرها لا تسامحت شفنا كيف كان إهمال في ولاية غيديزان شفنا كيف طاحت الله سنكسيون على إهمال فقط في تسير يعني مرهاش يلعبوا معهم أكيد راح تكون هناك متابعات راح تكون متابعات ونخلوه التحقيق كاين أيضا وزير تربيا نشكره من البارح محبش رايح طالعها بطلوب طال يجري خاصة أنه التلاميذ كانوا اليوم مقبلين على امتحانة تقليم المكتسبات اليوم أمين